بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين والقرآن الحكيم إنك نمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤحنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا في إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينيهم فهم لا يؤسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قده وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أضرب لهم مثلا أصحاب الغرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إنا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لن تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسلنكم ولا يمسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إني ربني الرحمن بظل لا تغني لا تغني عني شفاعته بشيء ولا يمسلون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين يا كانك إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيله وأعنابه وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت أرضى من أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يأهمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجليل مستقر لها ذلك تقدير العزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما أتوا ما تأتي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخذون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تزلم نفسنا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكعون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد منيك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقم أضل منكم جميعا كثيرا أفلم تكن من تعقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجنهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مغيا ولا يرجعون ومن عمره ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيع لنصرهم وهم لهم جند محترون فلا يعدن كقولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعدنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مسنو ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كن يحييها الذي أنشاءها أول مرة وهو في كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بخاذر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله عظيم